نظمت مديريات الصحة بضميات قافلة طبية في قرية البراشيا مركز ضميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بعد التسجيل على موقع وتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا قافلة الطبية النهاردة موجودة بقرية البراشية مركز فراسكور وضمن مبادرة حياة كريمة اللي بتمثل فيها قافلة جزء الصحي من المبادرة الرئاسية حقلة البراشية احنا كنا موجودين فيها من فترة قريبة وبناء على البيانات اللي احنا طلعناها من القافلة اللي فاتت إلينا نحدد احتياجات المواطنين من الناحية الصحية والخدمات اللي نوفرها لهم في القافلة بشرح للمريض الاستخدام بتاع كل صنف الوحدة وبتأكد ان هو فهم من الاستخدام مصبوط بحيث انه محباش في اي مشاكل بعد كده في استخدام الدواء وكون متأكد انه فيش اي تعارض ما بين الأدوية اللي موجودة من اللي مكتوبة على التسجيل القافلة الطبية بتقدم اكتر من 12 تخصص بتقدم كمان خدمات الأشعة والتحاليل لخدمة التخصصات الموجودة وفي عندي كمان السيدلية فيها اكتر من 120 صنف قرية البراشية من القرى الكبيرة في دارة فراسكور وهي قرية حجورية بيننا وبن إدارة الزرقى والقافلة بتخدم اكتر من مكان بتخدم البراشية وشراباس والنصرية وقرى مرزقه الاربعين فيه جميع التخصصات هنا في القافلة متخصصات من عزام وتخصصات من بطنة وتخصصات من ضغط وسكر وتحليلات وأشعات والحوامل كل التخصصات موجودة في القافلة طبائي اللي موجودة الآن لأحسن طبائي وأحسن علاجهم قبل حلوة ونشر كل هؤلاء شكرا